اشتركوا في القناة وفعل زر الجرس يوصلك منا كل جديد والان مع الاخبار كريستيان جروس يطالب لعب الزمالج بمقاطعة السوشيال ميديا والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي قبل القمة مختار مختار عن مباراة القمة لن تحسم الدوري ولسارتي وجروس افضل مدرب الدوري وأوباما افضل لاعب اتحاد الكرة يهدد الاهي والزمالج بعقوبات قاسية حال مخالفة قرار الجهات الامنية بحضور 15 فرض لكل فريق خلال مباراة القمة محمد فاروق نجم الاهل السابق الاهل يحتاج للسرعة لاستغلال تقدم سناء الزمالج حمد النجاز وعبدالله جمعة وبنصح بتعطيلهم عن طريق جرالدو وأجاي وبطلب من وليد ازارو ان يعالج مشكلة ضياع الاهداف امير عزمي مجاهد يحذر مدافع الزمالج محمود علاء وحمد الوينش من خطورة سناء الاهلي مروان محسن الذي يجيد بشكل كبير في الكرات العرضية ضربات الرأس وسرعة وليد ازارو وضرورة تضييق المساحات عليه والضغط المبكر وعدم اتاحة الفرصة له للاستحواز على الكرة مرتل لسرتي يعقد اجتماعات مكسفة مع جهاز المعاون داخل معسكر الفريق للتأكيد على بعض الامور الفنية ومناقشة خطة مباراة القمة والسيناريوهات المتوقعة حيرة في الجهاز الفني للزمالك وتباين في الاراء من الدفع بكهرباء كاساسي او وضعه على دكة البدلاء وذلك بسبب قصوره في الجوانب الدفاعية وهو ما يشكل عبء على عبدالله جمعة خصوصا امام قوة هجوم الاهلي وبجانب تشتت زهنه بسبب ازمته مع رئيس الزمالك مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الخطيب يقرر الصفر للاسكندرية وحضور مباراة القمة لمؤازرة الفريق كريستيان جروس يرفض تغيير خطته امام الاهلي واستقر على الدفع بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة نصر حسين ضاي الجزائري مجلس ادارة الزمالك يزبح عجلا بمقر القلعة البيضاء قبل صفر الفريق الى مدينة برج العرب لخوض مباراة القمة 117 شركة روسية مختصة في الارقام والاحصائيات تقدم تقرير لكريستيان جروس عن ارقام واداء لاعب الاهلي كلا على حدة لدراسة المنافس جيدا قبل المباراة وليس سليمان لاعب الاهلي يوجه رسالة للاعب الاهلي بيدعم فيها فريق امام الزمالك ويتمنى لهم التوفيق وكتب على تويتر كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراة امام الزمالك وان شاء الله الفوز لنا سيد عبد الحفيظ يمنع لعب الاهلي من التقاط الصور مع النزلاء في الفندق الذي يقيم فيه الفريق الاحمر لعدم تشتيج زهن اللاعبين قبل مباراة القمة خالد عبد العاطي مخرج القمة مثلما يستعد الفريقان للمباراة انا ايضا استعد لها ولم اخرج من بيتي منذ يومين ودخلت في معسكر لمراجعة ما سيقوم به في اللقاء وعدم وجود جماهير يصعب عملية النقل التلفزيوني لنقل الصورة كاملة للمشاهدين واطالب السيدة المعلقين بعدم الضغط علينا بتكرار اعادة اللقطات فلن تتم الاعادة الا في حالة توقف اللعب او خروج الكرة خارج الملعب الى هنا مشاهدين متابعين تنتهي مع حضرتكم اخبارنا لهذا اليوم نرجو ان تكون حازف على اعجابكم في النهاية لا تنسوا لعمل بلايك والاشتراك في القناة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته